السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا والله شباب شونكم إن شاء الله بخير وإياكم أخوكم أحمد اليوم رجعتكم مقطع جديد وشرح جديد اليوم حبيت أشرح لكم أو نزلكم برنامج لإزالة السمايل أو إزالة أي شي من داخل الصورة يعني شون توخر السمايل اللي بالصورة أو إزالة أي شي طبعا برنامج رهيب أنصحكم بتحميله كالعادة رح ضع لكم رابط التحميل أسفل الفيديو بالوصف تقدر من خلاله تحمل البرنامج وكي شباب ما رح أطول عليكم ننتقل للبرنامج طبعا طريقة سهلة جدا كل ما عليك تتابعوا إياي مثل ما شوفون هذا هو البرنامج برنامج توتش ريتوتش ندخل عليه ننفضها السن وكي شباب بعد ما دخل عليه رح تظهر لك بهاي الواجهة هنا أنا عندك تقدر تروح على الملفات هنا تقدر تطلق صورة هنا يعني فيديوهات أنا أختار أول خيار على الملفات وأروح أحدد صورة اللي أريد أسويها ننتظر شوية شباب مثل ما شوفون أختار هاي الصورة مثلا اللي أريد أسويها ودوس على هاي مثل ما شوفون طبعا شباب هسا أنا أريد أوخر الطوبة هاي أمامكم شلون أوخرها طبعا هنا عندك خيارات هواي عندك هذا أول خيار هنا أنا يحدد وبعد الدوس استارت رح يمسع عندك الدور عندك هاي الفرشة تقدر تسوي لهيتي يعني تظل عليها ودوس استارت رح أيضا هم تنمسح الطوبة وعندك هنا هنا بعد هاي موف يعني تقدر تحركها هنا عندك أيضا تقدر توخر يعني شكل النقاط العصورة هنا نستارت هنا أيضا المساحة تقدر تمسح طبعا أنا رح أشتغل على هاي وراح أحدد الطوبة طبعا لازم تحددها يعني بتركيز على مود ما يصير عندك خلل بالصورة وتطلع الصورة حلوة بس نحددها شوية بتركيز وبدون أي خطاء على مود تطلع الصورة واضحة وما بها أي إشكال ننتظر شوية أنا ما نكمل أوكي شباب أوكي شباب بعد ما كملت الصورة نضغط على استارت على هاي استارت مثل ما نشوفون شباب اختفت الصورة والصورة واضحة مية بالمية أوكي شباب اللي هنا وصلنا هات المقطع أتمنى أعجبكم لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة في أمان الله